أيام قليلة تفصل مجلس النواب الليبي عن جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد لدبيبة والتي انتخبها ملتقى الحوار الوطني في جينيف قبل أسابيع الجلسة من المفترض أن تنعقد في مدينة سيرت في الثامن من شهر آذار الجاري وتحتاج إلى نصاب قانوني يبلغ 114 نائبة ويشترط لتزكية الحكومة تأييد ثلثي النواب الحاضرين زائد واحد غير أن ثمت ما يعرقل الطريق إلى هذه الجلسة فقد نشرت بعض وكالات الأنباء تسريبا عن تحقيق تجريه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بشأن تقديم رشاوى لثلاثة أعضاء في ملتقى الحوار الليبي بلغت نحو 200 ألف دولار للصوت الواحد مقابل التصويت لصالح لدبيبة وهو الاتهام الذي انصحف من شأنه نسف نتائج مؤتمر الحوار الوطني والعودة إلى المربع الأول إن كانت هناك عودة آمنة لدبيبة من جهته نفى ما تضمنه التسريب وأكد نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة لافتا إلى أن توقيت التسريب يؤكد أن هناك من يحاول التشويش على عملية تشكيل الحكومة وتعطيل منح الثقة لها وهو الرأي الذي ذهب إليه كذلك بعض النواب الذين رأوا أن هناك من لا يريد للعملية السياسية الحالية في ليبيا أن تكتمل لا سيما بعد تصريحات أدلى بها لدبيبة وأكد فيها على تمسكه بالاتفاقيات التي أبرمتها حكومة سلفه فائز السراج مع تركيا وهو أمر بالطبع يغضب قوى إقليمية ودولية كل ذلك دفع عددا من النواب إلى المطالبة بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري وهو الموعد الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستكشف فيه عن نتائج التحقيق ما يعني أن الأيام القليلة المقبلة ربما ستشهد مزيدا من الجدل ومحاولات عرقلة التقدم نحو تزكية الحكومة الليبية الجديدة